أهلا بحضراتكم من جديد الحديث عن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهل والزمالك يمكن آخر حلق كنا مع حضراتكم كان يوم الأربعة التمانية واربعين ساعة الماضية كلام كتير جدا عن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهل والزمالك هل المباراة تتلعب في المملكة العربية السعودية؟ هل هتبقى لأول مرة قرار تاريخي بإقامة نهائي كأس مصر خارج مصر خلصات النية بطولة بتحمل اسم مصر عكس بطولات السوبر اللي كانت دايما الهدف منها تسويقي وترويجي فبالتالي الأمر مختلف تعالوا نشوف خبر كنا انفرضنا به هنا في برنامج التريند يوم 26.12 أثناء إقامة الدورة الربعية بطولة السوبر للأندية الأبطال في الإمارات العربية المتحدة جت لكده معلومة وقلتها على الهوى بخصوص اقتراحها يحصل في الفترة اللي جاي تعالوا نسمع احنا قلنا ايه يوم 26.12 ونرجع لأنه عندي الجديد في مباراة نهائي الكاس إمتى وفين والساعة كام وإلا هيحصل فيه الساعات اللي جاي نتابع أتحاد الكورة فيه 3 عروض لإستضافة نهائي كاس مصر فيه 3 عروض لإستضافة نهائي كاس مصر نهائي كاس مصر بين الأهل والزمالك اللي هيتلعب في شهر مارس اللي جاي فيه عروض جت لإتحاد الكورة وهي عروض رسمية من 3 دول لإستضافة نهائي الكاس البطولة تتلعب في رمضان هل اتحاد الكورة هيخد إجراء ويوافق وأن الأهل والزمالك في نهاية الكاس يتلعب خارج مصر في شهر رمضان ده هننتظر القرار الرسمي فيه خلال الفترة اللي جاء ولكن العروض من المملكة العربية السعودية من الإمارات العربية المتحدة ودولة أخرى في وقتها هنعلن المفاجأة لأن بصراحة لأول مرة تطلب استضافة حدث رياضي مصري في الفترة القادمة أنا هنتظر مش هكشف عن بقية التفاصيل والمعلومات لغاية لما نشوف اتحاد الكورة القرار اللي هيخده في استضافة نهائي كأس مصر ما بين الأهل والزمالك اللي هيتلعب فيه مارس اللي جاي ويمكن من حصن أو من سوق حظ الاتحاد أو من حصن حظ الله أعلم وقتها القرار هيبع إيه إن المتشف رمضان فهل ده هينفع يتلعب برة ولا يخله المباراة في مصر أفضل في الفترة اللي جاي طيب ومن حصن حظ اتحاد الكورة بعد الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه يوم 26-12 يعني بالزبط احنا بنتكلم بعد حوالي شهر ونص على مدار أكتر من 45 يوم كان فيه اتصالات ومفاوضات وماذا سيحدث في هذا الملف والحمد لله المعلومة أول ما تقالت كانت من خلال برنامج التريند على شاشة قناة الآلي في توقيت محدش كان يتخيل أساسا إن فيه فكرة إقامة نهاء الكاس خارج مصر حدش كان يعرف التفاصيل دي خالص ولا حد كان يعرف أصلا إن فيه عروض جات لاتحاد الكورة أثناء تواجد مجلس إدارة اتحاد الكورة في الإمارات على هامش بطولة كاس السوبر للأندية الأبطال الدولة الثالثة اللي قلت مش عكشف عن تفاصيل غاية لما نشوف اللي هيحصل كانت دولة عمان يعني عمان كانت لأول مرة عايزة تصديف حدث كبير زي ده نهاي كاس مصر ما بين الأهلي والزمالك ولكن خلاص نقدر نقول بشكل رسمي إن الاتحاد المصري أخطر ناديي الأهلي والزمالك بإقامة مباراة نهائي كاس مصر في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة الرياض وتحديدا في مدينة الرياض وده خبر جديد بنعلنه لكل السيدة المشاهدين إن مباراة نهائي الكاس اللي اتفاق حاليا على إقامة المباراة في مدينة الرياض يوم الجمعة 8 مارس فين؟ على ملعب كينج أرينا الملعب اللي بتقام عليه مباريات نادي الهلال واللي تلعبت عليه مباريات الهلال والنصر منذ عدة أيام وكانت أيضا مباراة مع انتر ميامي والدورة الودية لتلعبت الأسبوع الماضي عموما دي آخر الكواليس وآخر التفاصيل المتعلقة بهذا الملف المباراة وانا لما اتكلمت بـ 26-12 قلت عيب أمنسو حظ الاتحاد ولا منحصن حظهم ليه بقى؟ منسو حظهم لأن العروض كلها كانت جاية أنها تصديف المباراة ولكن مش في التاريخ ده مش في 13 مارس عايزة تلعب قبل شهر رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين وانا قلت وقتها هل ممكن يبقى من حصن حظ الاتحاد لأن وقتها يبقى فيه عرض مدي كويس جدا سواء للاتحاد أو على الأندية المشاركة وبالفعل تم تغيير موعد المباراة كان تبقى للجدول أن المباراة يوم 13 مارس ولكن الآن تم تقديم معاد المباراة 5 أيام عشان تقام يوم 8 مارس في مدينة الرياض على ملعب نادي الهلال الجديد كينج أرينا اللي تلعب عليه مباراة الفترة الأخيرة وكلنا كنا بالتأكيد بنتابع مباراة الهلال والنصر السعودي طيب الجوائز حتى الآن الأرقام المعلنة من اتحاد الكورة بنتكلم في 450 ألف دولار للفائز و200 ألف دولار للفريق الخسر ولكن ممكن وارج جدا خلال الساعات اللي جاية يتم زيادة قيمة هذه الجوائز خاصة قيمة ومكانة الأهل والزمالك أكيد لازم يتدفع فيها أرقام ملايه أكتر من كده فوارج جدا تحصل زيادة في المكافئات خلال الفترة اللي جاية كمان بالطبع مباراة للأهل والزمالك فلازم يكون فيه يعني اتفاقات معينة على توزيع نسب التذاكر الأهل ليه قد إيه حصة من التذاكر الحضور الجماهيري قد إيه كل الترتيبات دي أكيد يعني هيتم الإعلان عنها خلال الفترة اللي جاية ولكن بما أننا بدأنا الملف ده من يوم 26-12 في التوقيت اللي محدش كان يتخيل أساسا أنه ممكن نهاء الكاس يتلعب خارج مصر كان عندنا هذا الصبق الصحفي والنهاردة بنأكد عليه وبنقول لكم أن خلاص تم إرسال خطابات رسمية وأن المباراة تتلعب يوم 8 مارس والجديد اللي تم في الساعات الأخيرة أن المباراة بنسبة كبيرة هتتلعب في مدينة الرياض وعلى ملعب نادي الهلال الجديد ملعب كينجا أرينا نتلعب عليه مباراة الهلال والنصر يوم الخميس الماضي ده كان ملف مهم جدا كان لازم نأكد عليه ونتكلم عليه النهاردة بخصوص مباراة الأهل والزمالك في نهاية كاس مصر